كل دقيقة تمر يسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحة شعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية تحت سمع وبصر وتشجيع ودوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومن يدعو الدفاع عن حقوق الإنسان أعطوا إسرائيل الحكومة الفاشية المجرمة أعطوها حق الدفاع عن النفس وهذا فسروه على أنه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني لا يريد أن يروا فلسطيني واحد على الأرض الفلسطينية وأن يعيش بكرامة يريد أن يحرم الشعب الفلسطيني من النضال من أجل حريته من الدفاع عن وجوده هذه الحكومة الفاشية هناك من ضرح على الفلسطينيين ثلاث خيارات وزير إسرائيلي يقول أمام الفلسطيني ثلاث خيارات إما الهجرة ونحن سنساعده بذلك وإما أن يكون عبدا عندنا كما يقول بالتوراة كجييم والخيار الثالث أن يختلوا هم ينفذوا في هذا البرنامج الآن نحن نتطلع للعالم أن يتحرك على الفور لوقف هذه المتزرة البشعة لوقف هذا العدوان ما يجري على الشعب الفلسطيني لا يمكن قبوله في هذا الزمن وفي هذا القرن نحن نرى الغرب يكيل بميكيالين نرى في مكان يقول نحن ضد الاحتلال ويتخذ مئات الإجراءات العقوبية ضد دولة مثل روسيا بينما يأتي عند إسرائيل ليقود وزير الدفاع الأمريكي شخصيا ويصور ذلك أنه بغرفة العمليات لقدت الأطفال الفلسطينيين 2.5 مليون فلسطيني في قطع غزة 50% منهم أطفال يعني كل القنابل الأمريكية الذكية والغير ذكية والغبية كل الطائرات الليقم 35.000 في 16 تقصف وتقتل أطفال أكثر من 640 طفل حتى هذه اللحظة وربما العدد أكيد يزداد طلبوا من بعض البيوت إخلاها وخرجوا السكان وقصفوهم بالطريق 70 شهيد أمس في ضربة واحدة و150 جريح قد يرتفع العدد إلى أكثر من 200 شهيد هذه دناءة وهذه ليست أخلاق حرب هذه إبادة وزير الدفاع ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيل يقول أنني سأعاملهم كناس كحيوانات على أشكال البشر هذه عنصرية من قطعة النظير على العالم أن يقف ويحاسب على هذا الخلام العنصري نحن نشكر الجمعية المغربية التي دعت إلى هذه الوقفة ونحن متأكدون وواثقون أن كل الشعب المغربي بكل أطيافه بكل أحزابه بكل مواطنية ويقف مع الشعب الفلسطيني شعب المغربي بحكومته بملكه يقف ضد ما يجري من مزر على الشعب الفلسطيني نحن نشكركم ونحن بحاجة لكم نحن بحاجة لصوتكم لأن العالم ضلل الصورة وقدم صورة أن الفلسطيني مجرم يقتل الأطفال وثبت بعد ساعات أن ذلك غير صحيح وقال أنهم يقتصبوا النساء وثبت أن ذلك غير صحيح ولكن للأسف هم أعطوا إسرائيل الضوء الأخضر وهم قادوا الطائرات لإرتكاب هذه المجازة ضد الشعب الفلسطيني